طيب إذا كان الأهلي كان على موعد مع قرعة الكبار في بطولة الدوري الأفريقي البطولة اللي حتبدأ عشرين أكتوبر الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام فغدا على موعد مع كبار آخرين لكن هذه المرة كبار العالم شوفوا الأهلي ما كانتوا فين بكرة إن شاء الله تعالى في السعودية قرعة كأس العالم للأندية بطولة الأهلي المفضلة والمحببة والمدللة وكل جمهور الأهلي بقى شايف الأهلي في الكاتيجوري ده في المستوى ده هي الحقيقة هي الإطلالة منك على العالمية هي نفسك على العالم العالم كله عرف النادي الأهلي اليابان عرفة النادي الأهلي كل الدول العربية الشقيقة اللي استضافت هذه البطولة سواء المغرب أو أبو ظبي أو قطر أو كمان حاليا الدورة هتتلعب في السعودية في ديسمبر القادم الكل عرف الأهلي وعرف حجم شعبية الأهلي وعرف تأثير الأهلي على الصحة الإعلامية العالمية عمل إزاي؟ ده دليل على هاميتها شوف الأندية بدأت تدعم نفسها إزاي عشان تشارك في البطولة تشارك وتحاول تكسبها أي النهاردة الاتحاد اتحاد جدة شوف بقى عمل إزاي السقوات بتاعه لكن هل معنى كده؟ إن النادي الأهلي مش هيكون نده؟ بإذن الله بإذن الله بقوته وبخبراته وبحماسه وبكفاءة لعبته عملها قبل كده صحيح كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي تم تفويضه للسفر للسعودية ممثلا للنادي في مراسم قرعة كأس العالم للأندية اللي حتقام غدا السلساء إن شاء الله في السعودية في مدينة جدة الأندية المشاركة الآلي بطل أبطال أفريقيا وحامل الرقم القياسي في مرات الظهور على المسرح العالمي منشستر سيتي بطل أوروبا اتحاد جدة ممثل للدولة المنظمة وكان واخد الدوري في السعودية أوكلاند سيتي ده بطل اليوكيانوس ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف الأوراوة الياباني ده بطل آسيا ثم بطل أمريكا الجنوبية لم يتحدد بعد هو ده الفريق الوحيد والستة التانين محددين البطولة القرعة بكرة هتتعمل ايه انت مبدئيا عندك بطل أمريكا الجنوبية اللي لسه متحددش والمان سيتي بطل أوروبا الاتنين دول هيبدأوا زي ما كلكم فاكرين وعارفين من نصف النهائي طب اللي قبل كده هيحصل ايه اوكلان دي سيتي هيلعب المباراة التمهيدية في البطولة مع اتحاد جدة باعتبار اتحاد جدة وضيف على البطولة كممثل للدولة المنظمة هيلعب اتحاد جدة مع اوكلان دي سيتي الفائز منهم هينضم للسلاسي أوراوة الياباني بطل آسيا ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف والاهلي بطل أفريقيا التلاتة دول هينضم لهم الفائز من اتحاد جدة اوكلان دي سيتي الاربعة الاربعة هتتعمل بكرة الان هيلعب مين في الاربعة دول هل هيلعب ليون المكسيكي ولا هيلعب اوراوة الياباني ولا هيلعب الفائز من اتحاد جدة واوكلان دي سيتي ثم تحديد المسار التالي مين من دول هيلعب منشستر سيتي في نصف النهائي ومين هيلعب بطل امريكا الجنوبية اللي لسه ما تحددش هي دي الاربعة اللي هتتعمل بكرة والبطولة هتكون في السعودية في جدة من 12 حتى 22 ديسمبر ان شاء الله نتمنى كل الخير للنادي الاهلي وبإذن الله يعني يظهر بنفس الصورة الرائعة اللي بيظهر بيها ولو ربنا وفقنا ان احنا نأخذ خطوة لقدام يبقى دهوة يعني غاية المونة يا سازي برايف زي بقولوا الميزة في السعودية برضو انك انت هتبقى تقدر تتمتع بالحضور الجماهيري المتوقع من الجالية المصرية والاهلوية تحديدا بشغافها وبحماسها وبتنظمها طيب طيب